بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم وهو الجزء الثاني من درسنا السابق العمليات المساهمة في التعلم في الجزء الثاني أبنائي وبنات الطلاب درسنا لهذا اليوم كما تعلمون هو من الوحدة الرابعة التعلم والذكاء إذن درسنا من الوحدة الرابعة التعلم والذكاء درسنا العمليات المساهمة في التعلم بجزءه الثاني نكمل التذكر أو ثالثا التذكر يستعمل أبنائي وبنات الطلاب الفرد في تصرفاته اليومية كثيرا من المعلومات والخبرات والمهارات التي سبق له اكتسابها بمعنى أن الإنسان ابناء وبنات الطلاب في مراحل حياته وفي مراحل عمره يكتسب الكثير من المعارف ومن الخبرات ومن العلوم فنجد أنه يستخدمها دائما في حياته في تنقلاته في تعاملاته مع الناس ومع محيطه أيضا ولهذا يعتمد في ذلك على ماذا أحسنتم على التذكر أي يتذكر جميع المعلومات والخبرات والمهارات التي سبق له اكتسابها إذن يتذكر بمعنى أبناء أو يستخدم هذه المعلومات والخبرات أي أنه ماذا يتذكرها أي أنه يتذكرها إذن يعتمد التذكر على ما سبق لنا أن تعلمناه ودرجة إتقاننا له ودرجة إتقاننا له ويعد النسيان هو الفرق بين ما سبق تعلمه وما تم تذكره بمعنى أن النسيان هو العلامة أو الخط الفاصل بين التذكر وما سبق تذكرنا وما سوف نتعلمه القدرة على التذكر يمكن أن نستدل عليها من خلال عمليات التذكر إذن للتذكر عدد من العمليات هي كالتالي ما هي عمليات التذكر؟ أولا الاسترجاع التلقائي بمعنى حضور الذكريات في الذهن دون أن يكون لها سبب واضح بمعنى فجأة تذكرت موعد مهم أحيانا قد يحدث لنا أبناء وبناء الطلاب أن ونحن جالسين بين أصدقائنا أو خارجينا إلى مهمة معينة أو الاجتماع معين أن نتذكر عملا مهما قد ننسينا وهو ما يسمى بالاسترجاع التلقائي أي تذكرنا بصورة مفاجئة دون سابق إنذار دون تمهيد لها فهذا ما يطلق عليه الاسترجاع التلقائي أي استرجعنا بصورة مفاجئة استرجعنا هذا الموعد المهم بصورة مفاجئة وهو ما يطلق عليه الاسترجاع التلقائي ثانيا الاستدعاء إذن تعرفت أنا وأنتم على الاسترجاع التلقائي ثانيا الاستدعاء أي أحسنتم هو القيام بالتذكر المتعمد أو استدعاء واسترجاع الذكريات لأشياء غير ماثلة أمام الحواس عندما توجد مثيرات تتطلب استدعاء تلك الذكريات عندما تتخيل أيام طفولتك جميلة عندما تتخيل أو تتذكر شخص عزيز قد غادرنا وتوفي هذه الاستدعاء أو هذه الذكريات ما يطلق عليها الاستدعاء ما يطلق عليها الاستدعاء أحيانا أبناء وابناء الطلاب قد نشاهد عبارة معينة قد نشاهد صورة معينة ترجعنا أو تقوم بنا بالرجوع واستدعاء ما كان في تلك الأيام أو ما كان في تلك الفترة سواء كانت ذكريات جميلة أو ذكريات غير أو ذكريات سلبية أو غير جيدة فهذا الاستدعاء أبناء وابناء الطلاب يطلق أو هذا التذكر واسترجاع هذه المعلومات يطلق عليها الاستدعاء إذن الاسترجاع التلقائي الاستدعاء هو جلب وطلب وتذكر واسترجاع متعمد للذكريات استرجاع متعمد للذكريات كما ذكرنا المثال هو أن تتخيل أو تتذكر أيام طفولتك الجميلة أن تتذكر أيام دراستك وأنتم في المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة وما حدث فيها من أحداث جميلة هذا يدعى أو ما يسمى باستدعاء التذكر التعرف التعرف هو معرفة الأشياء الماثلة أمامنا بناء على ما سبق لنا أن اكتسبناه من تجاربنا السابقة مثال استطعت أن تحدد سيارة صديقك من بين عدة سيارات هو ما يطلق عليه التعرف ما يطلق عليه التعرف كأن تعرفت أيضا على زميلك وهو قادم إليك من بعيد هو التعرف وهي إحدى مراحل الإدراك أيضا أبناء وبناء الطلاب إذن استطاعتنا للتعرف على أشياء من خلال ما اكتسبناه من معرفة من خلال ما اكتسبناه من مهارة من خلال ما اكتسبناه من خبرة هذا يطلق عليه التعرف يطلق عليه التعرف رابعا الانتباه رابعا الانتباه إذن في الدرس السابق الحساس التذكر الإدراك الانتباه هي المراحل أو هي هذه العناصر الأربعة أبناء وبناء الطلاب هي ما يكمل صورة التعلم إذن التعلم أحسنتم الإحساس الإدراك أحسنتم أيضا الانتباه وماذا وقبل ذلك التذكر إذن هذه الأربعة عناصر هي ما تكمل لنا صورة التعلم هي ما تكمل لنا صورة التعلم وآخر هذه الانتباه وآخرها هو الانتباه وما هو الانتباه هو عملية أو العملية التي يتم بمقتضاها توجيه الذهن إلى شيء ما إلى مثير ما إلى حدث ما إذن تعريف الانتباه تعريف الانتباه هي العملية التي يتم من خلالها توجيه الذهن أو العقل إلى شيء ما توجيه الانتباه توجيه الحواس إلى شيء ما عندما يكون التلميذ منتبها لشرح معلمه يكون النشاط البصري والعقل والسمع أحسنتم جميعها كلها متجهة نحو من؟ أحسنتم نحو أو نحو شرح المعلم إذن هو أحد منتازيه إذن هو منتبه إذن يكون مركزا نشاطه البصري والعقل والسمع كلها باتجاه معلمه عندما يسرح بتفكيره ويبتعد ويخرج عن نطاق الشرح فإن الأبناء وابناء الطلاب عملية الانتباه تقل لأن ماذا؟ لأنه أو قل فيها نشاط البصر والعقل والسمع فبدأ الانتباه بماذا؟ أو صار الانتباه أنه ماذا؟ أنه قل إذ أن شرط الانتباه الجيد أن يكون موجها لشيء واحد بمعنى أبناء وابناء الطلاب في حال الاختبارات دائما تحرصون على ماذا؟ أن تبتعدون كامل الابتعاد عن جميع ما يلهيكم عن جميع ما يشتت الانتباه من أجهزة الجوال من التلفاز من الذهاب في رحلات خارجية خارج المنزل فهذه هي من مشتتات الانتباه فدائما تحرصون ونهيب بكم أبناء وابناء الطلاب أن تكون البيئة التي تكونون فيها في حال الاختبارات أن تكون هادئة لكي تستطيعون أن توجهوا وتركزوا انتباهكم لما تذاكرونه من مواد إذن إذن الانتباه هو عملية يتم بموجبها وبمقتضاها توجيه الذهن إلى شيء ما وذكرنا مثال الطالب عندما يكونوا منتبها ويسرحوا قليلا ما هي أشكال الانتباه للانتباه عدة أشكال هي أولا يكون تلقائي عندما يكون الاستجابة وتكون الاستجابة لدوافع فطرية كالانتباه إلى نوع الطعام الموجود على المائدة إذن أولى هذه الأشكال التلقائي أو الانتباه التلقائي كيف يكون ذلك عندما تكون الاستجابة لدوافع فطرية لدوافع فطرية كالجوع أو كنت جائعا فدائما يلفت انتباهك الطعام أو يلفت انتباهك دائما المطاعم وغيرها في حالة إذا كنت أو كانت هناك استجابة فطرية يكون إراديا عندما يكون أو يوجه الطالب جهده وذهنه لاستيعاب درس من دروسه إذن أولا يكون تلقائيا إذا كان الاستجابة فطرية أو لتبعا لدوافع فطرية إراديا عندما يقوم الطالب بتوجيه فكرة وتوجيه انتباهه وجهده وذهنه لكي يستوعب درسا معينة يكون لا إراديا عندما يحدث عن غير إرادة الفرد ورغبته كالانتباه إلى صوت مزعج أو ضوء شديد أو حركة غير عادية بمعنى أن هذه الاستجابة تكون عادة خارجة عن المحيط الذي يوجد فيه الفرد فتجد دائما أو بصورة لا إرادية تنتبه ويكون الانتباه باتجاه هذه الحركة أو هذا الصوت المزعج يكون حسيا عندما تتوجه الحواس إلى شيء ما كالنظر إلى منظر جذاب أو سماع صوت صوت محبب أو محبوب أو شم رائحة طيبة هنا يكون الانتباه حسيا يكون عقليا عندما يتوجه الذهن إلى حفظ قصيدة من الشعر أو تذكر قصة أو معرفة قصة فهذه هي أشكال الانتباه إذن أشكال الانتباه واحد التلقائي وهذا مرتبط بالدوافع الفطرية الإرادي عندما يريد الشخص أن يوجه انتباهه إلى شيء معين كان يوجه الطالب ذهنه وإستيعاب درس لا إرادي عندما كما ذكرته يكون عندما تكون في مكان معين ويحدث صوت غير متوقع فالانتباه يكون لا إراديا حسيا عندما تتوجه الحواس إلى شيء ما كالنظر إلى منظر جذاب أو سماع صوت جميل أو شم رائحة طيبة عقليا عندما نوجه الذهن إلى حفظ بيت من الشعر أو إلى حفظ معرفة قصة معينة إذن هذه هي أشكال الانتباه إذن في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم أخذنا ثالث الأعمدة التي تقوم عليها عملية التعلم التذكر تعرفنا أنا وأنتم على عمليات التذكر من خلال الاسترجاع التلقائي والاستدعاء والتعرف أخذنا أيضا رابعا الانتباه وتعرفنا أو عرفت أنا وأنتم ما هي أو ما هو الانتباه هي العملية التي يتم بمقتضاها توجيه الذهن إلى شيء ما أشكال الانتباه التلقائي الإرادي اللا إرادي الحسي والعقلي وبذلك أبناء وابنة الطلاب ننهي درسنا إلى هذا اليوم شاكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر